سجن يتراهن فيه الضباط على تحقيق أكبر عدد قتلى من السجنات في اليوم وآخر يتم فيه تقييد النساء في زنزانات من الفلاذ حتى لا يستطعن لمس أطفالهن هناك مجموعة من السجون على مستوى العالم أعدت خصيصا للنساء وبطريقة يكاد لا يتحملها أقوى الرجال من كثر العنف وتدهور الخدمات وطرق التعذيب داخلها وإليكم أبرزها سجن تشويلة بكاليفورنيا يحتل المرتبة التسعة في بشاعة معاملة نساء فبالرغم من منادات أمريكا الدائمة بحقوق المرأة إلا أن ما يحدث داخل هذا السجن يفوق التوقعات وخاصة للنساء السود التي يتعرضن للعنف الجنسي والجسدي أكثر من غيرهن بالإضافة إلى التحرش الجنسي يحدث على نطاق واسع وهناك تقارير صادرة من مجلس الشيوخ الأمريكي تؤكد أن النساء قد تعرضن للإذاء من قبل موظفي سجون فيما لا يقل عن تسعة عشر منشأ من أصل تسعة وعشرين احتوت نزيلات منذ عام 2012 وحتى الآن كما رفع مكتب السجون ما يزيد عن خمسة ألاف ملف يتضمن حالة تحرش جنسي من قبل موظفي سجون من العام 2012 إلى العام 2022 سجن بولايت شارخي في أفغانستان يتم استخدام السجن والاختفاء القصري والتعذيب ضد النساء في السجون الأفغانية من باب إخضاع وتهميش النساء هناك وهناك تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية لعام 2022 بعنوان الموت البطيء للنساء والفتيات تحت حكم طالبان يشرح ما يحدث للنساء من انتهاكات داخل السجون تحت ما يسمى بجرائم أخلاقية بسبب محاولة النساء للقيود التي تفرضها عليهم السلطات أو الاحتجاجات التي يقومون بها سجون الهند سجن تي هارجيل يحتل هذا سجن المركز السادس من حيث البشاعة في معاملة النساء حيث تتعرض فيه النساء للابتزاز والتجريد من أبسط حاجتهم بل ويحضر عليهن زيارات العائلية بالإضافة إلى تعذيبهن عن طريق إبقائهن في الشمس الحارقة لساعات طويلة وفي بعض الأحيان نجد أن سجينات بداخله يبدأون بتكوين عصابات وتحدث بينهم اشتباكات تؤدي إلى مقتل بعضهن يعد واحدا من أبشع السجون الموجودة بروسيا ويقع على حدود كازاخستان ويأتي اسمه من تمثال الدولفين الموجود في مدخله ويتم وضع سجينات في مركز الاحتجاز الوحشية تحت المراقبة بالفيديو على مدار 24 ساعة وفي زنزانات أنشئت من الفلاذ ويعيشن في زنزانة داخل زنزانة وعند مغادرة زنزانة يجبرون على المشي منحنين عند الخصر وهذه الطريقة لا توجد إلا في هذا السجن الروسي ويعتقد أنها تكتيك يسمح بأقصى قدر من السيطرة كما يتم عصب الأعين عندما يمشون خارج زنزانة للتأكد من أن سجينات ليس لديهن فهم جيد لشكل وتخطيط سجن كل هذا وأبشع منه يحدث داخل هذا السجن فلا سبيل للهارب منه إلا الموت مؤسسة بنكوك الإصلاحية النسائية في تايلاند يمكنكم تخيل مدى السوء إذا ما علمنا أنه مكان ينتشر فيه الإهمال الصحي والأمراض الجلدية مما يجعلها مؤسسة وبائية وليست إصلاحية حيث أن أمر معظم السجينات ينتهي إلى الوفاة قبل انقضاء المدة كما أنه لا يسمح للسجينات استعمال أقل احتياجات النساء الشخصية وليس لأي سجينة الحق في الاحتفاظ بمتعلقاتها الشخصية من أبشع السجون الموجودة في أمريكا حيث يصل فيه حد التعذيب إلى فقد الكرامة والخصوصية ومنع السجينات عن أطفالهن كما أن الكثير منهن يتعرضن للعوف والاعتداء الجسدي والجنسي حتى أن الحراس يقيدون الأم بالجدار خلال لقائها بأولادها حتى لا تتمكن من احتضانهم أو حتى لمسهم بالإضافة إلى احتوائه على أسوأ السياسات الاحتجازة التي أقرتها أمريكا في التاريخ والتي أدت إلى زيادة عدد المحتجزين في السجون حيث ارتفع عددهما بين عامي 1970 و2005 إلى 700% تكمن كارثية هذا السجن فيما تتعرض له النساء من تعذيب وإهمال صحي بالإضافة إلى بيع المخدرات من قبل الحراس للمسجونات والقيام بمراهنة قتالية حتى أن الحراس يتراهنون فيما بينهم على عدد القتل التي يقعن بشكل يومي من النزيلات إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متى عقلك عبر رابط الفان لايك في الوصف أسفل الفيديو ترجمة نانسي قنقر